تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع صحة المواطنين على قائمة الأولويات ويعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلا والمسالك شاهداً على تواصل جهود الدولة للاهتمام بصحة مواطنيها باعتباره أول مركز يحصل على ترخيص زراعة الكلا بإقليم القناة تبقى للاشتراطات القياسية القطاع الصحي أحد أهم الملفات التي تتصدر اهتمام الدولة في ظل المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المواطن هنا في الإسماعيلية كان مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلا والمسالك شاهداً على تواصل جهود الدولة لاهتمام بصحة مواطنيها باعتباره أول مركز يحصل على ترخيص زراعة الكلا بإقليم القناة تبقى للاشتراطات القياسية المركز 30 يونيو هو أكبر وأول مركز متخصص في أمراض الكلا والمسالك البولية في منطقة القناة تحديداً المركز أول مركز يقدم خدمات زراعة الكلا في منطقة القناة أيضاً المركز بيضم 89 جهاز غسيل كلا وده عدد كبير جداً مش موجود في أماكن كتير المركز بيخدم 425 مريض غسيل كلا ومنتظم عدد الجلسات الشهرية تخطى ل5000 جلسة المركز بيقدم خدمات الطوارئ لأكثر من ألف مريض شهرين بتردادوا على المركز مركز 30 يونيو يعد كذلك أول مركز متخصص في أمراض الكلا وجراحات المسالك بمنظومة التأمين الصحي الشامل يخدم المركز 425 مريض غسيل كلا وي منتظم وتخطى عدد الجلسات الشهرية بالمركز 5000 جلسة فيما يقدم خدمة الطوارئ لألف مريض شهري منظومة التأمين الصحي هي من أنجح المنظومات ومن أنجح الأعمال التي فعلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العصر الحديث كان منظومة التأمين الصحي القديمة تختصر على موظف الدولة الآن تشمل جميع فئات الشعب المصري عملنا عملية الحكة بيعمل عملية حصوعة كلا ومنحمد الله وطلع بالسلامة والخدمة من شاء الله جميلة حلوة يعني ما فيش أي حاجة واش يضم المركز نخبة متميزة من أمهر الأطباء في العديد من التخصصات بينما يضم برنامج لزراعة الكلا في مركز الثلاثين من يونيو الدولي لأمراض الكلا والمسالك فريقا متعدد التخصصات يتمتع بخبرات واسعة وهو ما يمكنه من تلبية كافة احتياجات مرضى الكلا من منتفع منظومة التأمين الصحي الشامل بكفاءة عالية هذا وتعد عمليات زراعة الكلا أملا جديدا لمرضى الفشل الكلوي حتى يستطيع المريض ممارسة حياته بشكل صحيح